أهلا بكم في محورنا الثاني حديثنا من جديد حول كورونا وحديث اليوم حديث الشارع عن موجة ثالثة قد تضرب الأردن خلال الفترة المقبلة الحديث أيضا رسمي كان عبر ناطق رسمي باسم الحكومة ووزير الدولة والشهر الإعلام بأن موجة ثالثة من فيروس كورونا أمر محتم لا محالة وذلك استنادا إلى مؤشرات علمية الدكتور عزمي محافظة أوضح أن جميع المؤشرات في الأردن لا تدل بالمطلق على قدوم موجة ثالثة من الوباء العالمي جدل حول التصريحات جدل حول إمكانية وقوع وتأثير المملكة بموجة ثالثة لذلك نناقش مع ضيوفنا اليوم دكتور بسام حجاوي عضو نجل الأوبئة مساء الخير دكتور نسأل نور أهلا سلام ودكتور إبراهيم لبدون رئيسة جنة الصحة والتربية في المركز الوطني لحقوق الإنسان مساء الخير دكتور سلام خير السلام سأبحث معكم إمكانية واحتمالية أن نشهد موجة ثالثة من تأثيرها الإجراءات التي قد تتبع وقوع هذه الموجة دكتور بسام أسمع وجهة نظرك ابتداء باحتمالية وقوع موجة ثالثة من عدمه وحجم تأثيرها يا سيدي أولا الجائحة على المستوى العالمي إن شغال يعمل بتسجل إصابات وبتسجل وفية ما انتهتش طيب تطلع على الكارات كلها كلها في دول بالكارات ناس وصلت معدلات تغطي بالمطعيم تقريبا جيدة ويعملها بتعاني بارتفاع في عدد الإصابات لكن يبدو من التجارب والدروس المستفادة التي تعلمتها الدول مش حاسس أنا لأنه الإدخلات على المستشفيات كثيرة وأنه يعني راح الأنظمة إذا ما كنا نحكي بالبدايات الأنظمة الصحية تتأثر كثيرا فأنا بجوز من زمان ما غاية رأيي ما حدا بغضر يقول ما فيش موجة ما حدا كويس لأنه تعال بشترك الأوسط عنا في أربعة دول هاي تونس يا سيدي تونس بوضع سيء جدا بس كنش نسبة طعيم ها نسبة اللقاح كنش هاي مليون سهروا مليونين يعني استعجلوا في الموضوع هلأ إحنا منقول فيه محددات وفيه مؤشرات هلأ المؤشرات اللي عنا هاي الأسبوع الثامن بعد الموجة الثانية مستقرة وكويسة والإيجابية ما طلعت عن ثلاثة بالمية معناته إحنا وضعنا مستقر ثمان أسابيع اه ثمان أسابيع يعني شهرين داخلين بس الشهرين في عالم الأوبئة خلنا فلسفها بين الموجة والموجة كثير يعني أنت المفروض أنت بدام في جائحة كبيرة شغالة أنت بتنتظر ثمانية إلى عشر أسابيع قد تنعوج أرقامك إذا الأمور الأخرى ما سويت بطريقة صاحة اللي هي التطعيم والكمامة والتباعد الاجتماعي هذولا ثلاثة أساسيات هلأ التطعيم احنا إلا ثمانية ودخلنا في التاسع اه بالزبط ومستقرين مستقرين بمعنى اه بس ما هو أنت يعني شو معنى مستقر ليش أنت بترصد هلأ في عندك سلالة سلالة الدلتا بطلت يعني الدلتا زي ما بقولوا استبدلت الألفة البريطانية البريطانية هي اللي كانت السائدة في الموجة الثانية نعم اللي هي الألفة هلأ صار الدلتا هلأ إحنا الدلتا دخلت علينا رصدت الدلتا في الأردن لكن لما تيجي تطلع بالزبط هو محدود ليش لأننا برضو تعلمنا فصار في رصد في رصد وباقي كويس رصد مخبري في رصد جيني عما لك أنت برجعت تعزل وتحجر الحالات كل هذا أثر عليك يعني يعني خل الأرقام بحدوا لكن من البداية قبل ما أهضوا وأنا سألت سؤال أنه هل هذا ليش ما تدخل فيش دولة محصنة مين ما كانت تكون هلأ اطلع أنت برضو الدلتا معروف بالعلم والبحث العلمين وبدها جرعتين من المطعوم عشان هي تحصن المواطنين وبناء علي في محددات هي بتجرك بدك مطعوم جيد وبناء علي مبارح الوزارة أطلقت حملة توعي بحيث أن تخلي الناس تسجل على منصة أكثر يعني أنت كل المسجل ثلاثة مليون وثلاثمئة ألف لغاية مبارح أنت بدك هذول الطعمه اللي ما أخذ جرعة خلنا نقول جرعة أولى مليونياً وستمئة ألف يعني فيه فرق زي ما حكى وزير الصحة فيه فرق سبعمئة ألف هذول سبعمئة ألف يا متأخر عن جرعة أولى يا أما عنده حساسية يا أما مجاج للثاني طيب إحنا منا نسكر هذا القاب شو الوزارة عملة قالت تعالوا الطعام قال لأربعين سنين يجي الطعام روح يتسجل في الهدل ويسجل على منصة الطعام هينزلنا العمر سبعتاشة ستتاشة الطعام إذن بتسرع بكل الوسائل لأنه هو المطعوم هو الحل طول ما أنت مطعومك طالع ومعدلات التغطي عالي طول ما أنت يعني أحجمت أو يعني وقفت في طريق السلولات إذا المطعيم عندك قليلي معنات السلولات رح تنطلق ورح تجيك تعبل لك مشكلة فمنات المطعوم بدي يتعلق أكثر من هيك رقم اثنين أنت بدك تستنى بالكمام هاي بريطاني اللي قالت 19-7 شايف لك فيش إجماع في بريطاني إن شاء الكمامي اليوم حقوا ما في إجماع كامل من الدولة ومن المؤسسات ومن اللجان إنه إن شاء الله لما عندنا قرار بالكمامي بس ما عندنا مراقبة على الكمامي دكتور على أول مبارح يا دوب بيطلعوا قوش ما هو هذا مهم إذن هذا شو بخليك تقول إنك إنت لما الدولة قالت إذن احتمال إنك هذه الأمور تنعوج لسببنا ولماء طيب فمعناته إنت بدك ترتبه إذن وارد أن يكون لكن أنا بقول أنا متفائل بأنه لو صارت الموجة ما راح تكون مؤذية وآثارها قوية زي الموجة الثانية أنا راح أجيك نقطة دول إنت قلت حصلت الكثير من اللقاحات طعمت الكثير من من القاطلين على أرضها رغم ذلك تعاني من ارتفاع أرقام من الدلتا اسمح لي يا سيد بالزبط وإنت بتقول لي أنا بقول الموجة القادمة لأنت تكون بداية ليش كيف نضمن أسمع رأيك تواب رهيب وإنت حذرت من موجة ثالثة صحي وإننا مش شايفين موجة ثالثة عشان نحكي بالأرقام صحي بالأرقام على أقل تقديم بس عندوا أنتم تحكوا أوبيئة وعلم إحنا ما بنعرفوش فقلنا إيش القصة وإن رحيم مسأخير يا سيد محمد مسأخير للدكتور ومسأخير للجميع يعني أعتقد هذا بالذات هذا بالنسبة للفيروس اللي احنا منعيشه الآن فيروس كورونا هو فيروس مراوق ليس فيروس زي ما نست وقعته في البداية في البداية لما صار في الصين بعدين صار انتشار أكبر بعدين بصراحة ضرب كل شيء أول ما بلشوا المطاعيم بواحدة 12 ممكن أول دولة بريطانيا بلشت في المطاعيم صار في الأرقام جيدة قالوا الأمور كويسة خلاص هاي الموجة بتنتهي دخلنا في الموجة ثانية الآن بصراحة صار في صلالات جديدة الآن nosotros الصلالة الأولى كانت الكورونا العادية أو الموجة الأولى للكورونا العادية الموجة الثانية اللي هي كانت البريطانية الموجة الثالثة الآن اللي نحن بصراحة هي برعاية دلتا بدنا نسميها اللي هي المتحور الهندي اللي صار موجود وأول ما ضرب ببريطانيا و غالبية اللي صار في الإصابات صارت في بريطانيا أنا أعتقد الآن نحن لسنا في معزل أستاذ محمد نسنو نحن مش في معزل عن كل العالم الموجود نحن سيدي خنكون واقعيا صحيح نحن الآن إذا بدي أوصف اللي نحن فيه الآن نحن في حالة استقرار و وضعنا جيد بشكل عام ولكن هذا لا يعني أنه ما يصيرش في عنا أرقام و ما يصير في عنا موجات قادمة أنا أعتقد سيدي كل الدول حاولين نصار فيها موجات و الناس للطعم و مطاعيم بدي أسميها ممتازة و عبارة عن نسب النجاع فيها عالي نحن سيدي نطعم عدة مطاعيم و في عنا واحد من المطاعيم 60% من المطاعيم اللي أعطيناها أنه هو من نوع واحد اللي هو من نوع الصيني تحول له أستاذي سيدي و في عنا النوع الثاني هذا الأرقام اللي شفتين بارعنا و في عندك 10% صيني 60% من الناس للطعم في الأردن أخذوا الصيني و 37% أنا ما بحكة لأردن سيدي و 37% من الناس الآخرين أخذوا فايزر و عندك 3% صار فيهم عبارة عن تقسيم بين الصيني و الروسي بين أسرزينيكا و سوسمه روسي كله عشر تراف واحد ما بقول لك أظه الأرقام و في الروسي و في الروسي و في الروسي و في الروسي 140 ألف 43 ألف و في الروسي و في الروسي و في الروسي و في الروسي فلذاك أنت تحكي 60% من مطعوم واحد الآن هل المطعوم الصيني يحمي من دلتا هذا السؤال الكبير عندك جواب عليك آه عندك جواب سيدي سأتجاوبك فايزر الآن سيدي دخلنا أقول لك الدراسات الموجودة أجد شركة عبارة عن فايزر و الدكتور يمكن أيدني في الدراسة أنا شفتها قبل يومين تحكي كالتالي جرعة واحدة من فايزر تحمي من دلتا بنسبة 33% جرعة واحدة فقط 33% جرعتين من فايزر توصل من 80% إلى 90% حلو الكلام؟ من دلتا من دلتا أنا بحكي على دلتا اللي هو المنتشر الآن إنسى البريطاني ونسنوه على أول كلياته أسترازينيكا 25% على جرعة أولى على جرعتين بتوصل 70% إلى 80% الصيني ما علي دراسات ما علي أي شيء لحد دست عبارة عن دراسات أكون معك صريح خلني أحكي لإنه ولا علينا أوكي سيدي الدلتا ما علي دراسات الدلتا ما علي دراسات ما أحد أعرف والأرقام بصراحة غريب لأقلام حتى في أردن عندنا هنا الناس الانصابوا بعد المطاعم أعلى نسبة كانت في الصيني وهذه الأرقام أنا شفت مبارح وكان في عبارة عن دراسة شفتها عبارة عن نشرها موجودة الأرقام موجودة وكنا شفتها مبارح فلذلك أنا مبعي أعلى نسبة إصابة أعلى نسبة إصابة بعد الصيني لمن تلقوا اللقاح كانت لمن تلقى اللقاح نعم ما كانت فوارك ذات دلالة معنوية يا سيدي أعلى نسبة بس مغض النظر هذا سجدوا عندك هاي عبارة عن أرقام موجودة سيدي فايزر سيدي بشركتها وبالإنتاجات اللي بتحكي فيها بتقول لك أنا بعطيك حماية بعد المطعمين بنسبة 96% والأربعة بالمئة اللي بنصابه يعني من كل مئة شخص بشان سهل من كل مئة شخص بأخذوا مطعم عبارة عن فايزر 96% بتحميهم والأربعة الآخرين هذولا بقول لك ما حدا مات ما حدا دخل ICU ما حدا نحط على جهاز تنفس والإصابة الإصاباتهم كانت إصابة خفيفة حلو الكلام هذا كتير مهم الحقيقة لأن إحنا سيدي لما منطعم عبارة عن نوع واحد ومن ركز عليه اللي هو الصيني الصيني الآن عارف وين مسلم المشكل الرئيسي بديش أدخله على الفعالية و بديش أقول للناس ممكن منصابه أكثر أنا بحكي على الشروط الآن الموجودة في المطعم الصيني يا سيدي ها ستروح على بريطانيا وعلى أوروبا إذا مش مطعم يا فايزر يا أسترازين هكا بتقول لك والله أنا أسف روح سعودية سيدي سعودية الآن في مشكلة كبيرة صار لنا حوالي شهر حكينا فيها كل عدة وإنتوا حكيت فيها وإحنا حكينا فيها وكل الناس حكوا فيها أنه يا أخوان المطعوم الصيني غير معترفي بسعودية إنا سيدي تروح عمره بدها تروح حج بدها تروح سيدي أعتقد الطعم 111 ألف بيوم أعلى رقب بسجل عنا عارف ليش لأنه كان فايزر بعدها بيوم سيدي جينا طعم للنوع الثاني 40 ألف فإنت إذا بدك الطعم الأرقام الكبيرة يعني بس هو مكسد يعني يا سيدي كان اليوم طب وعليوم الثاني لسهر القابل لها القد الفارق يعني عبارة عن ضعفين أو ثلاثة أو أربعة ضعاف في لحظة معين أنا سيدي بقولك التالي بما أنه في عنا أنا بنسبة مشكلة في مطعم معين والإقبال عليه عبارة عن ضعيف أنت بتعرف وأنا بعرف الناس بتروح على المركز المطاعيم بدولي أعطيكم العافية شو المطعم نعند كل يوم بقولك والله اللي فلاني بقولك لا خليني برجع ففيه عبارة عن تكدس باتجاه مطعم واحد أنا يا سيدي عبارة عن فكتي كالتالي بما أنه في عنا إشي زي هيك وفي عنا مشكلة يا بتحلي بديش أحكي على الفعالية أنا مبعك أنه فعال ولا مش فعال فعاليته جيد بدي أسميه وضعك ممتاز أنا بدأك دقيقة أنا بدأك عن قطة الأهم بتقول فايزر في دراسات أسترزينيكا في دراسات أسترزيني ما في دراسات ولا روسيا عدلتا هل يدي يحميني أسا أنا بعطي من إيش خايف أنا خايف من الدلتا خايف من ألفا مش خايف من ألفا طب كويس موازل الدلتا أم تطلع وحسا إحنا من إيش خايفين دكتور أنا معك دكتور إحنا الآن ليش نعطي مطعوم مشان نحمي حاننا من الفيروس اللي بتفوت علينا اللي صاب نصاب سيدي اللي صاب نصاب وخلص بس خلينا بل ألفا والبيطاني وإلى أخرى جرعتين برضو الصيني كاملاته بعد 14 يوم برضو بعطي حماية 60% لدلتا في دراسي في دراسي بس دراسات محدودة عليه وفي البلدان اللي بتاخذه سيدي أنا على عين وعراسي أنا اللي شفت موجود في شرح آسيا وفي الصين وكذا موجود يا سيدي على عين وعراسي أنا بدي شحتي أول لي بالك دقيقة أنا بدي جورني عن سؤالين هل صحيح أنه أكثر نسبة إصابة سجلت ما بعد تلقي اللقاح بجرعتين كانت للصيني أنا ما بعرف هذا أنا بعرف مبارح الدراسي موجود سيدي مبارح الدراسي اللي صالة النشر من الأردن مبارح أنا الأرقام من عندي أنا هاي الأرقام 60% الصيني من وين جبتنا موجودين بارح كذيش أعطينا الصيني كذيش أعطينا أسترازينيكا كذيش أعطينا الفايزر مش أرقام بارح مش أرقام بارح مش أرقام بارح يعني إحنا تعرف أنه الأردن اهتمدت على تعدد المطعيم بسبب أنه معروف لكل بارح أنه في شح المطعيم وبعدين أنت لو بدك أنت في الأول تركن عشان أنك تاخذ المطعيم اللي ظهرت بالأخير رغم لقناة مرخصة الدول ما قدرت تجيبها إلا في 60% من الدول ما وصلها مطعيم إطلاقا وبالبداية إحنا كنا نأخذ لأنه توفر الصيني لا لأنه توفر الصيني دكتوري أنا ما بقول في خطأ صار بالعكس مشكورين وبالعكس هذا ممتاز وشكرا أنا ما بحكي بس أنا بحكي على الإشي القادم إلا إحنا عارفين الآن المنتشر أستاذ محباس عظيم لدي الحجر دواني الآن إحنا خوفنا من الدلتا وبيعرف أنه المطاعيم فيه مطعوم بقاوم دلتا بشكل عنيف وممتاز وفيه مطاعيم بتقاوم دلتا بشكل قفيف فأنا ليش من أركز على المطعوم اللي بيحميني وأحاول أجيبه أكبر كمية ممكن الآن أكون معكس يمكن أن يجي الحكوم تقول لك كالتالي أنا حكيت مع الشركة الصانعة وقالت للشركة أنا ما أبعطيك كثير من هيك هذا ممكن يكون عندها ولكن أنا اللي بطالة فيه أنه عوضنا نحاول نتواصل مع الشركة الشركة في عندها أشياء وبعدين أنا أعرف أنه صار فيه بيعلم نظمة الصحة العالمية عن طريق مسبل أمريكا أنه ممكن يصير فيه عبارة عن تفاوض أنه نجيب كمية أكبر إحنا إذا منقدر نعوض هذه الكمية بالكمية الموجودة عندنا هذا شيء إيجابي أنا ما بقول عليه شيء قديم شيء قديم ممتاز وإشيء رائع من وحسن منه ما فيه جاوبني على هذه الأسئلة هلأ خلينا أقول الصيني بيقاوم دلتا لا فيه شغلة مهمة اللي صدر عن وزارة الصحة الدراسة العلمية اللي قاموا فيها أنه 81% هذا اللي بهمني أنا 81% من الحالات اللي تسجل هلأ حاليا غير مطاعمين و43% مطاعم الجرعة أولى من كل المطاعم اللي صدرت يعني وزارة الصحة ما درسة مطعوم خاص لأنه ما بهم أنه هذا المطعوم عمل وهذا المطعوم عمل هلأ فيه ماشي مش بالمزار الصحة يا سيدي وأنتو من السوري من القوات المسلحة سيدي ماشي قوات المسلحة نشرت وانا شرت لعزماتي القوات المسلحة دكتور عدل وحدني قولي نشرت صحب الله شفت بس ما شفت على نوع أنواع معينة هيا معي سيدي أنا شفت مباري متشرت بس هي اللي صدرت واللي بعرفها دليل إحنا أهمية التطعيم في إنك تطعم أم لا وهذه مشكلة الدول السياسية اللي عمنا بتطعم يعني إحنا لما أنت تيجي المطعيم الأربعة اللي موجودة حنا كلها من الغذاء والدواء ومن وزار الصحة ومن منظمة الصحة العالمية معترف فيها يعني لأنت سعودية بتاخدش أو دولة معينة بتاخدش أو من الاتحاد الأوروبي باخدش هذا الأسباب يعني الصين ما هي إذنة ما بتاخدش هوي روسيا بقول لك أنا اللي مش بتطعم صيني اللي متطعم فايزر بتدخلوش ممكن إيش واحدة أنا مي بالتنسيق مش ضد أنا بالعكس بيعندي إيش مشكلة بس أنا إذا في عندي خيارات سيدي حل المشكلة مع سعودية وحل المشكلة مع أوروبا وخليني أفوت هنا بس إنت بتعشو المشكلة إذا بنحط اسمي على المنصة وباقي الصيني خلاص ما بقدر أخذ أي شيء ثانينا بدي أسافر على سعودية بدي أروح أشتغل جاني عقد جاني إشي أنا ما بقدر أسافر شو الحل هلا في آخر لجنة أنا الحل ما تروح مسجل المطعيم والنية تتجه المسج لغيات لغيات كثيرة لغيات أنك أنت بتحتاج جرعة ثالثة مع مدعمة هلا بفكروا اللي أخذوا اللي أخذوا لما بدينا كان الصيني المتوفر لدينا شكرا فمعناته لما تأخذ أنت معناته يعني بديعض جرعة ثالثة بديعض جرعة ثالثة هلا كثير فيه دراسات أنه بعد ستة شهور قد يحتاج العالم أنه يدخل جرعة ثالثة هلا بس أنت الدول اللي عمالها داخل زينا إحنا بنركض بننطاعم أولى بننطاعم ثاني عشان إحنا من هون لشهر لشهرين اللي متوقع العالم يشهد موجات العالم بقولك يشهد موجات في بداية القريف كل الناس بتركض أنه بواحد تسعة بواحد عشرة فتحت كل الناس بالضبط فإنت بدك تركض الطاعم هلا أي مطعوم يؤدي إلى تحصين ويؤدي إلى مناع هلا أنت قد يكون شح المطعيم له دور بيلعب دور قد أنت ما بتقدرش تحصل على المطعيم الأخرى الثانية ولا ما أعتقد دولة بتدفع فلوسها وبتقدر تجيب مطعوم وما تجيبه بس أنت وين المشكلة أستاذ محمد المشكلة الناس اللي أخذوا كمية زي ما حكى الدكتور إبراهيم أنه أخذوا ناس صيني هلا أنت جرعتين بتقدرش تعطيهم جرعة ثانية هلا بدك أمور وبعدين هي دول هي بتقول لك على المطعوم لازم يعني أنت اليوم نحن نحكي منطق اليوم الناس لا تقبل على اللقاح الصيني على مراكز التطعيم كما تقبل على اللقاح فايزر أنا بحكي بسم بسمياته ونحكي الصراحة متفقين ولا مش متفقين مش إلى درجة عالية من الدكة طب ولك ما أنت بتقوله أربعين ألف طيب ومئة ألف ممتاز أربعين ألف يعني أخذ صيني يعني هيك أرخومك أربعين ألف صيني أربعين ألف صيني كان فقط أنه الفايزر موجود يوم مئة ألف كان كلهم موجود كل الأنواع موجودة طب وليس كانت ناس تشكي من هون وليس ما وصلنا مئة ألف سيدي لأيام الباقي إحنا وصلنا مرة مئة ألف ومرة ثمانة ألف لأنه كانت سياسة الجرعة الثانية ما كانت أولى يا سيدي إحنا منطع الجرعة الثانية صارنا حوالي شهر فاتحين الأولى والثانية اللي وصل فيها مئة ألف هلأ بيجي أنت يوم أنه يكون مثلا جرعة ثانية يعني اليوم أجه واحد اللي يسأل أنا ما شفتش اليوم مثلا فايزر إطلاقا ما كانتش موزع فكانت سبعين ألف اليوم وشو طعمه سبعين ألف يا دكتور الفاض العين على راسل التعبية ولكن أنت إذا بتشوف الأزمة الحقيقية شوف أول مبارحة ما شوف أزمة في المدينة الرياضية وين كانوا ناس فوقي بعض شفتوا صور التصوير كانوا على مطروم الناس بتروح سيدي على الموقع طب ليش الناس بتقبل على الفائزة ليش بدنا فائزة لأنا بدأت روح تسافر برا بس إذا ملوش علاقة بالطب والفائد والقصوة للغايات الموجة اللي سألت عليها لغايات الموجة لا علاقتها باللقاح علاقات السفر أم أمر آخر وأنا هنا سؤالي ماذا أعتدنا قديش هل إحنا واصلين نسبة طعيم جيدة هذا واحد اثنين وهو الأهم ما الإجراءات التي قد تحدث في الأردن إن وقعت موجة ثالثة لا سمح الله نواصل لحوارنا وضيوثنا الكرام وأنا وقفت معكم بحديث واضح نحنا اليوم شو الإجراءات ما تلحق الموجة الثالثة وقبل هيك يا دكتور وإحنا في الفاصل تحدثنا عن الدراسة اللي موجودة ونسبة تأثير المطعيم وما إلى ذلك وأنا ما بيظنة داخل في قصة المطعوم المفهوم اليوم بالنسبة لكم كما حصلت صح هاخذوا اللقاح أي أن كان سيحميك ولو إلى حد دمه من تفقيل عشان ما أظن لا أريد أن أستمر بالخوض في موضوع اللقاح وأي لقاح نأخذ داك اليوم موجة ثالثة واقع على محالة قلت المنحنة ما بنعرفش كيف ممكن يكون الشكل وشو بيتوقع في ناس بقول لك المنحنة رأيكم مسطح في ناس بقول لك لا بهذا المنحنة بتظلوش مسطح راح نريد تيرتفع وينزب شو الوضع هو كيف مسطح أنا بدي يظل أنه يعني هلأ إحنا هم مش عالي عالي هلأ إحنا شو وصلين منسجل الأسبوحات طلع الأسبوع سجلنا من 220 ل 680 هذولا اليوم طلعوا هذولا فرق بينهم يعني فإحنا بينهم يعني طول ما إحنا في الأرقام هذا ومنطلع أقل من 3% الإيجابي كله أقل من 3% الوضع ماشي هلأ بتطلع على معدلات الإشغال كويسي فيش غير يعني بالوسط واصل حوالي 25% معدلات الإشغال في الإي سي يو ما إحنا وصلنا بالتسعين يعني ماشي يعني هذا اللي بقول عشان هيك بقول وضع مستقر معناته أنا لما أطلع على الأرقام اللي داخلي هلأ طب ليش تخافونا ما هو أنت يا سيدي لأنه ما تفهمون يا ليش تخافونا كويس لأنه في ليس تطلط الحكمة اليوم في دول الطاعمة في دول الدلتا ليش أكلت الهند لأنه ما كانوش ملتزمين كلها تجمع الدلتا ما كانش فيها الفاح يا دكتور لا كانت ما طعمك 65 مليون شو سياسة التطعيم هون طعم المحاكم طعم المدارس طعم الهيات يعني أنت عملت جغرافيا خلخلت المناطق كلها بحيث أنك إذا صار التفشي تطلع التفشي عندنا واحد لحد الآن ما تغير عامل التفشي دليل أنك أنت الشخص بعدي واحد الدلتا قديش بتعدي من 5 إلى 7 يعني هي بتعدي إذا البريطاني قال بريطاني لما بعدي 50% انتشاره الدلتا بتعدي 64% أكثر من هون من الأصلية معناته 64 و 50 حسبوها 114 يعني ضعف يعني قديش 5 إلى 7 شخص في الأردن التفشي واحد هذا معاي يعني مصاب الدلتا الواحد قد يعدي من 5 إلى 7 شخص أنا لو عندي دلتا بعدي واحد هلا في الأردن التفشي هسا لما تفلت الأمور وصير الدلتا ينتشر أكثر وصير بدي يعدي 5 إلى 7 مين البمنع والتطعيم إذا كان التطعيم بيجي الدلتا دخل على معدلات التطعيم كانت 50 60 70% هذا بصمحته إذا الناس لابسين كمامي أنا لما لابس كمامي بعملش انتشار بقلل الانتشار لما التجمعات قاعد أنا وياكو زي هنا راقبوا على كمامي يا دكتور ما هو بقول لك أمي تبقى تقولي على كمامي راقبوا عليه طب وفيه فيه قديش خالفه قديش خالفه فيه مخالفات كثيرة فمعناته أنا لا يا دكتور ما فيه مخالفات كثيرة الموجي إننا ست ثمن أسابيع اللي إحنا منحكي عليها هذا كمان بخلي الناس تطمئنه بخلي الناس ترفع الكمان وهذا غلط عشان هيك أنا ما شفت أي دولة قدرة أن تقول بظل منحكي بالهواء الطلق نحكي كذا كل هذا الكلام معنا لما طاعموا هلا أنت لما قلت مدارس واحد تسعة مننا نفتح عشان هيك صارت هلا بصوت عالي يفكروا يطاعموا الطلاب ليش طاعموا هلا سمحوا لسبعتاش وستاش وسمحوا لهم فايزر لأنه هذولا طلاب توجيه وبدوا مسافروا بره من البداية هلا لأنهم دخلوا بالمشكلة هم أتعمد وقالوا فايزر ها لهم طاعمهم فايزر طيب ويّه هل يلاقوا ويّس 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 دراسات فقط لفايزر لأمار الدنيا نحنا مش حاكين هلا فيه دراسة بتقول سينوفارم مقبول لأمار ستاش سبعتاش وانتاش طبعا كل المطعيم مقبولي من الأمار الصغيرة كل الدراسات من 12 من 12 ل 18 في دول بلشت فايزر وفي أسترزانيكا وفي الصين طعموا يعني مجموعات كثيرة طيب شو قالت الوزارة الوزير شو قال قال إحنا من ندرس الناس منتطلع عليهم لأنه بواحد تسعة إحنا من نفتح نتطلع شو تأثيرات المطعوم على الفئة العمرية ونزلت للفئة العمرية سبعتاش ستاش هلا من 15 من 12 ل 15 المفروض أنه هذا الحكي يتبلور ويظهر في خلال شهر أنت بدك تمزج قد يمزج هلا فيه قرار يمزج إكسترزانيكا اللي ما أخذ الجرع الأولى وممكن نعطى فايزر وميركي الأخذته وأعلنت عليها هذا الكلام هذا عندنا لسه كسياسي لسه ما تطبق لكن يجب وارد طبعا ولا أنت كيف ولا أخذ ذقاحين سينوفار نعطي فايزر نتيجي إلى جراسي زي هيك خلينا نقول كانت معدلات الإصابة أكثر فمعناته أنت بدك يعني كيف أنت بدك الأرقام تخليك أنت تقف مثلا عند هذا المطعم وتيجي عند مطعم ثاني كل هذه العوامل أعتقد أنه بتلعب دور في أنك أنت الموجة تكون شديدة ولا مو شديدة وأعتقد أنه نظامنا الصحنة ووضعنا ولما قالت الوزارة أنه في زيادة 500 تسرير على الموجود وفيها المستشفيات شاكين شاكين في الموجة أتوقع أنه ما راح ندخل في الدور اللي دخلنا فيه في الموجة الثانية أو الأولى الموجة الثالثة ستكون أخف من الثانية والأولى أكيد قطعا قطعا لو حصلت قطعا إذا حصلت إذا حصلت لسه أنت مصر وارد طبعا إذا حصلت الموجة الثالثة ستكون وإذا التطعيم تأثيرا من الثانية والأولى مسيدي المؤشر اللي حططوا الحكومة إنه لو طعموا 4.5 مليون مواطن في 1.9 مشتفقنا هيك مواطن إذا حطوا هذا راح ي يضرب لك الموجة مواطن ولا مطعوم ليش هسا بحكي لك قل لي ليش لأنه مواطن فرح يعني هذا جرح لكن إذا ما حصلت الموجة الثالثة ستكون أقل تأثيرا من الثانية والأولى إذا ظلينا ماشيين نعم 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 الأولى 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 دخليني دخليني البرحل الثاني سيدي شو قالوا الأولى والثاني ماشي حسب الأسس الموضوع الحكومي قالت فعلا معنات نشين نتمنى 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 مش عارفين رأسنا مرجلين نتفق نحن عايشنا حالنا في موجة أولى وهمية ثم عايشنا الموجة أولى حقيقية وثانية حقيقية ونتحدث عن ثالثة إن حصلت حقيقية يعني تاريخ بقولي ليش ليش ركزت عن الرقم سيد الرقم كالتالي نحن الآن نحن بنحكي ترى في بعض المرات الناس بصير فخربطة في الأرقام نحن عطينا بالأردن حوالي أربعة مليون أمبولة أربعة مليون جرعة أولى وثانية حلو بالكلام؟ أولى وثاني أولى وثاني خلينا وضح الأرقام هسا إحنا بنحكي شو بنحكي دائما نحن الأردنيين أخذوا ثنين ونصف مليون شخص أخذوا جرعة أولى حلو؟ ومنقول واحد ونصف مليون أخذوا جرعة ثانية فالناس كيف تحسب؟ بتقول هذول واحد و مليون واحد و نصف مليون زادة اثنين و نصف مليون معناته أربع مليون لا الرقم مش هيك لا في وعبها طبعا شكرا احنا لازم نحسب كالتالي نقول كل اللي أخذوا بالأردن اثنين و نصف مليون شخص منهم واحد و نصف مليون أخذوا جرعتين كاملتين أو مليون مليون أخذ جرعة واحدة حلو الكلام هذول أخذوا مليون جرعة واحدة هاي مليون جرعة و اللي واحد و نصف مليون أخذوا جرعتين هاي ثلاثة صرنا أربع مليون بسي دكتور برهيل خيات في الفكرة مية في المية صاحل بسي برضو مؤشر انك انت تعطي اثنين و نصف مليون لا أنا ما حكيت غلط جرعة واحدة بتعطيك مناعة أربعين في المية دكتور لا لا بتسلك معنا أحسن مما أنا أكون أنا ما حكي أنا غلط لا أنا بس بدي وضح الأرقام بدي أربع و نصف مليون يا دكتور بسي دائر عنا ولا واحد في المنصة مش ماخذ لقاح شيك يا دكتور لا فيه اللي خلف هذا اللي ما خلف ما بدوش يجي ما هاي لا بدو يجي لذلك اللي ما بدو يجي هلا بكيفي هو بكيفه بو خياري اختياري لذلك أستاذ محمد اليوم أنا على المنصة سمحني يا دكتور اللي على المنصة مسجل اللي حقوا دور و خلص و نادوهم كلهم كله اتنادى صح و قد يكون ما كانش مكتنى أو فيه مكتن ما كان بالدواج بما معناه ما جاج صار يجي منهم يا دكتور احنا ما عايق احنا حابين يجو هلأ يا اللقاح يضرط أنه متاحرق كميع دون منصة احنا شو قالت الوزارة احنا مش دافع الوزارة انه بدأ اقرب القاب اقرب القاب و فتح المنصة يا دكتور احنا والله حابين يطعامه هي الفكرة مش انهم نقول صح و غلط اسمح لي انا سؤالي هون انه اليوم ما عاد عندنا منصة اليوم بروح بسدجل على منصة لحظة او آنيا ثورة في المركز اللي بروح عليه صح هي الفكرة زي ما حكنا ما قبل شوي 2.5 مليون او 2.5 مليون اخذوا ظل عنا حوالي 700 ألف هظلوا 700 ألف راح لهم اول مرة يمكن و قال لهم تعالوا ما جوش هس الفكرة سيدي لازم افكر خارج الصندوق لازم انصل 4 مليون شخص صح 4 مليون ونص شخص بدي ما تقدر اوصلهم مفتحة الالية جديدة سيدي عين عراسي احنا عارب شو سوينا في البداية يقولنا الناس تعالوا لحالك وسجدوا سجل حوالي مليون شخص بعدين شو سوينا الالية ذكية مذاكنا ما كنا نحكي فيها هذا زمان انه يجب ربط فتح القطاعات بالمطعوم اجت الدولة ربطت مع بعض وهذا فكرة ذكية كمان يعني سوت الزام بشكل غير مواشر الناس بس هسا شو بدنا نسوي هسا لازم نلاقي فكرة ذكية جديدة مشان نخلي الناس يروحوا أسرع هسا صح احنا نزلنا لأربعين سنة بس ما اختلف كثير نزلنا لخمسين نزلنا لأربعين انا اعتقد بس وعن جاي راح اي واحد يروح بقد نارض كديش عمره روح 18 سنة 19 سنة اللي بدك اياه كل من يحق لهم بعمره هم مطول مفيش مشكلة بس احنا الفكرة بدنا فكرة ذكية بحيث نوصل الرقم لأربع مليون عندك فكرة ذكية؟ اخوان احنا الآن بدنا مليونين أستاذ محمد عندك فكرة ذكية؟ ما عنديش فكرة هسا بحكي لك بدنا مليونين شخص الآن نطعمهم خلال شهارين مصبوط بدنا مليونين شخص بدي أجيب اوش بدي أجيب لهم انا بقدر أطاعم مئة ألف في اليوم احنا مئة ألف بدك مطعوم معين المطاعم هذول أكسيدي ما حده بروح كثير احنا خذنا 40 ألف مصيدي كويس يا سيد 40 ألف حلوين 40 ألف حلوين احنا معناس منس المشكلة فيهم ولكن محمد بدي أرجع على الموضوع ما قبل شوي بعجالي أرجوك بعجالي عبارة دقيقة ونص سيدة على الموجة الثالثة أستاذ محمد الموجة الثالثة على المراسي ممكن تكون موجودة لأنه يا أخوان عندنا عدة بالنسبة للمؤشرات أول شيء نظمت صحة لجامعة جون هوبكنز أعتقد سوت مع وزارة الصحة بشارة 6 الماضي سوت معه دراسة وقالت هناك سوف يكون موجة ثالثة ولكن لن تكون موجة عالية والأرقام من 2500 3000 عالي صح ولا لا يا دكتور هاي حكى عنها الوزير هون سيلا الطاولة عندك معناته هو فيه توقع لذلك شو سوى الوزير والحكومة زادت عدد الأسر 500 سرير وقالت أنا بدي أظن ستاند باي هس ان شاء الله ما يتيجيش بس أنا بس أستاذ محمد دليل بديش أغلي بديش حدا يقول يا أخوان نا في موجة والناس ينفلتوا كل واحد وبيديش أقول في موجة ولكن لازم يكون حدري وتراجع عن الإجراءات على الموجة ثالثة بهذه الأرقام 2003 آه أو لا طيب أعلن أنه هذه الخطة اللي ماشي فيها الواحد تسعة عشان ندخل في الأمان والأمن إنه لو إن عوجت الأرقام أو زادت لأي سبب من الأسباب أكيد رح تتأخر تنفيذ الخطة في الدنيا كلها نحن محسن تراتيجية محطوطة نرجع وارد إننا نوقف عندي خط معنا وارد ليش لا الخوف كديش في عنا دخولات كديش عنا وارد يليس يصير عن الضغط وارد تراجع إذا ما سجل وارد إننا نوقف عند النقطة واردنا نرجع واردنا نرجع الدلتا هي الخطر القادم إن حصل وكل شيء يبنى اليوم على مدى الإقبال على اللقاحات أيًا كانت في الفترة المقبلة ضيوف الكرام أشكركم والدلتا بدلت الألفة واضح طيب الدلتا هي المنتشرة وبدلت المنتشر أو المتحور البريطاني المتحور الهندي هو الأكثر انتشار اليوم في العالم وهو الخطر القادم إن حصل على المملكة مرة أخرى ضيوف الكرام شكرا لكم وشهر الكرام هنا وصلنا لختاب حلقة الليلة نلتقي السبت المقبل تصبحنا في خير